أخونا يقول يلاحظ أن بعضا من المسلمين يشاركون المسيحيين في عيد الميلاد أو الكريسمس كما يسمونه ويرجو التوجيه لا يوجد المسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم يكفر في أعيادهم فالججب طرف ذلك لأن من شبه بقوفه ومنهم والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهاتهم الخلق بأخلاقهم فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك وأنه يساعد في إقامة هذه الأعياد بأي شيء لأنها أعياد مخالفة لفرع الله ونقيمها أداء الله ولا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شيء لا بالشاعي ولا بالطهوة ولا بأي شيء من الأمور كالأواني ونحوها وأيضا يقولوا الله السبحانه وتعاونوا آله والتقوى ولا تعاونوا آله والعظمان فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون آله والعظمان فالواجب على كل مسلم على كل مسلمة تركوا ذلك ولا ينبغي الآخر يغترب الناس في أفعالهم فالواجب أن ينظر في الشرع بالإسلام وما جاء به وأن يمتثل أمر الله ورسوله وأن لا ينظر إلى أمور الناس فإن أكثر الخلق لا يبالي بما شرع الله كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم وإن تطاعتها من ذلك عن سبيل الله قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين فالعوائد المخالفة الشرع لا يجوز نحن بها وإنفع لها الناس والمؤمن يزن أفعاله وأقواله ويزن أفعال الناس وأقوال الناس من كتابه والسنة بكتاب الله وسنة رسولها الصلاة والسنة فما واثقهما أو أحدهما فهو المقوم وينتركه الناس وما خالفهما أو أحدهما فهو المغدود وينفعاله الناس حضر الله جزيزي وطبيق والداري